أبو إبراهيم يسأل يقول هل رائحة عرق الإنسان مرتبطة بصلاح قلبه أو بفساده أبو إبراهيم بارك الله فيك الجواب على هذا السؤال فيه تفصيل أولا بالنسبة للطهارة والنجاسة على نوعين طهارة معنوية وطهارة حسية والنجاسة كذلك نجاسة معنوية ونجاسة حسية الطهارة المعنوية طهارة القلب بالإيمان والتوحيد والإخلاص وأعمال القلوب الطيبة وهذا تسمى طهارة معنوية الطهارة المعنوية والطهارة الحسية الطهارة بالماء وهي نوعان طهارة مائية وطهارة ترابية وهذه تبحث في كتب الفروع في أبواب الطهارة في أوائل كتب الفروع في أبواب الطهارة والنجاسة أيضا نوعان نجاسة حسية و نجاسة معنوية النجاسة المعنوية نجاسة القلب نجاسة العقيدة الفاسدة الشرك و الكفر و كذلك أمراض القلوب و العياد بالله و لذلك قال تعالى إنما المشركون نجس و الراجح قول جماهير أهل العلم من هذا التفسير أن النجاسة هنا معنوية و ليست حسية و الثاني نجاسة حسية و هي النجاسات المعلومة التي نص الشارع على كونها نجاسة على كونها نجاسة هذا من حيث تقرير لهذه المسألة و تمهيد للجواب على سؤالك الأمر الثاني بالنسبة لما ذكرت من رائحة عراق الإنسان هل يدل أو هل له ارتباط على الصلاح و فساد قلبه ذكر بعض العلماء ذلك قالوا بأن الرائحة المستقبحة المستكرهة التي تخرج من الإنسان بصورة تؤذي الآخرين هذا تدل على فساد القلب و فساد الروح و فساد الباطن نصها على هذا بعض العلماء و لكن حقيقة الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل أيضا أولا بالنسبة للمسائل هذه إذا كان هناك ثم سبب لصدور هذه الرائحة كمرض عند الإنسان مثلا عضوي ينتج عنه مثل هذه الرائحة أو كتخمة مثلا من حيث الأكل أو الشرب المبالغ فيه تصر عنه هذه الرائحة فليس لها علاقة بالقلب لا بمرضه ولا بصلاحه أما إذا كان لا ليس هناك سبب معين و تصدور روائح كريهة يتأذى منها الآخرون فهذا ممكن أن يخرج على ما ذكره العلماء من أن هذه الروائح سببها صلاح القلب أو فساد القلب حتى نص بعض العلماء على أن أصحاب القلوب الطاهرة قد يستروحون مثل هذه الروائح من أصحاب القلوب المريضة من أصحاب القلوب المريضة لكن يبقى الأهم وهو عدم جواز الحكم على شخص بأن هذا الشخص قلبه فاسد لأن لديه عرق أو يتعرق بكثرة بروائح كثيرة و هذا قلبه طيب لأنه لا تصدر منه روائح كثيرة أو روائح مستقدرة فيوجد ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يصدر منه شيء من هذه الروائح و يوجد ممن يؤمن بالله اليوم الآخر و من أهل الصلاح والعبادة والتقوى قد يصدر منه لأمر عضوي و لذلك أخي ابراهيم ينبغي للمسلم أن لا يشغل باله بمثل هذه القضايا و إذا رجعنا إلى هدي النبي عليه الصلاة و السلام لم نجد أبدا بأنه حكم على أناس من خلال ما يصدر منهم من روائح بسبب العرق أنهم على كذا أو كذا لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة و السلام و لكن ورد بأن هناك هبت ريح و حملت روائح كريهة فذكر النبي عليه الصلاة و السلام بأن هذه روائح المنافقين لذلك الإنسان لا يحكم على الناس فقد يكون الرجل من أولياء الله عز وجل و يصدر منه رائحة كريهة بسبب مرض عضوي بسبب مرض باطني مثلا ينتج عنه هذا الرائح و قد يكون رجل من أعداء الله لا يصدر منه هذا الشيء و لذلك هذا هو المسلك الصحيح الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة و السلام و عليه الصحابة الكرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة